أهم أخباري اليوم في المختصر أهلا بكم الحكومة تعد بمشاورات واسعة حول إصلاح أنظمة التقاعد قالت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية إن الحكومة توافق على تداول نقاط خلافية خاصة بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد مع المركزيات النقابية ثم طرحه على البرلمان وإدخال التغييرات التنفيذية والتشريعية عليه وأضافت الوزيرة في جوابها عن سؤال برلماني بمجلس نواب أن التداول سيتم عقب طرح دراسة انتقالية لوضع منظومة التقاعد إصلاح بداعوجي جديد لتعليم العالي بالمغرب قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللطيف ميراوي برنامجا لإصلاح بداعوجي جديد ابتداء من سنة 2023 يهدف إلى إخراج الجامعة المغربية العمومية من أزمتها سواء في الشق المتعلق بعدم موآمة تكوينات الطلاب مع متطلبات سوق الشغل أو في الجانب المتعلق بالتسريب الجامعي المغرب يشارك في مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا برعاية أمريكية شارك المغرب إلى جانب أكثر من 40 دولة في مؤتمر عقد في ألمانيا بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لحشد الدعم المالي والعسكري لفائدة أوكرانيا التي تواجه حربا فوق أراضيها منذ فبراير المنصر من طرف روسيا اللقاء اعتبره مصدر خبير في العلاقات الدولية لا يتعدى كونه تشاوريا ولا تتعارض مشاركة المغرب فيه مع الموقف الذي اتخذه منذ اندلاع الأزمة استمرار طلبات اللجوء المغاربية بمدينة ميليليا المحتلة رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظر وصول عدد طلبات اللجوء إلى أكثر من 870 طلبا بثغر ميليليا المحتل إلى حدود شهر ماي 2021 وأغلبها من تونس، مصر، الجزائر، المغرب، السودان، مالي، غينيا كونكري، ساحل العاج، وبركينا فاسو نهاية المختصة لمزيد من الأخبار زوروا صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى